بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي النور صلاة دائمة على مدى الأيام والليالي والشهور تتضاعف وتتجدد من ربنا المولى الشكور من بدء الخلق إلى يوم النشر وعلى آله وصحبه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته متابعي قناة الأعزاء والأوفياء في كل مكان سعيدة بلقيكم في هذه الحلقة الجديدة والتي سأقدم لكم فيها إن شاء الله أربعينية الرزق وهو فعلا معجزة ربانية في فتح أبواب الرزق وفك التعطيل عنه فتابعوا معي هذه الحلقة على بركة الله إذا كنت تشكو منذ شهور أو منذ سنوات من قلة الرزق أو انعدامه وتعيش في دوامة من الحيرة والحزن والإحباط ولا تجد التوفيق والحظ في أي باب تطرقه تشعر أن حياتك متوقفة في نفس المكان أي مجهود تقوم به للتقدم والنهوض بحالك ينتهي بالفشل دون سبب واضح أو سبب تفهمه وفي هذا الأمر الأسباب كثيرة قد تكون من نفسك أولا يعني قلة السعي والتكاسل أو السعي بالطريق الخطأ وقد تكون أيضا بسبب سحر أو عين أو حسد وتابعا ومهما كان السبب توكل على الله الذي لا يغلبه أحد وأحسن الظن وقم بهذا الورد الجليل فهو حقا له كرامة وأنوار لا تخطر على البال شرط المداومة عليه أربعون يوما دون انقطع وحتى لو فتح الله عليك قبل تمام هذه المدة تواصله حتى تنهيها وهذا الورد قسمه العارفون بالله على ثلاثة مراحل أو ثلاثة أجزاء الجزء الأول صباحا لاستلهام العطاء الإلهي والجزء الثاني بعض الظهر لزيادة اليقين والتسليم والجزء الثالث تقرأه ليلا للشكر والرضاء ولحسن التوكل على الله تعالى وضروري جدا أن تحافظ على هذا الترتيب وأن تذكر كل ورد أو كل جزء في وقته المذكور إلا طبعا إذا كانت هناك ظروف قاهرة مانعتك ففي هذه الحالة لا بأس من جمعها يعني جزء أو جزءين فهذا أفضل من أن تفوتها والطهارة والوضوء مستحبان عند قراءة الورد ولكن ليس شرطا إذن أخواتنا البنات والسيدات يبدأنه على طهارة ويواصلنه حتى في فترة العذر الشرعي أما بالنسبة لمتابعاتي من الأمهات اللواتي يسألن في كل فائدة أو ورد هل يمكن أن أقوم به لابني أو لابنتي فالجواب هو لا فالإنسان البالغ يذكر ربه بنفسه ولا نيابة لأحد عن أحد في ذكر الله والأم تدعي لأولادها بما شاءت ولا تقوم بالفوائد عنهم نمر على بركة الله إلى تفاصيل ورد أربعينية الرزق المبارك نبدأ بالجزء الأول والذي يقرأ صباحا لاستلهام العطى الإلهي تذكر ما يلي أستغفر الله العظيم أربعون مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله أربعون مرة بسم الله الرحمن الرحيم أربعون مرة تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير تكررها أيضا أربعون مرة وما كان عطاء ربك محظورا تكررها أربعون مرة يغنهم الله من فضله والله واسع علم تكررها أيضا أربعون مرة يدبر الأمر من السماء إلى الأرض أربعون مرة سبحان الله الملك الوهاب أربعون مرة نمر الآن إلى الجزء الذي يقرأ في الظاهرة يعني بعد الظهر لزيادة اليقين وللتسليم تذكر ما يلي سيجعل الله بعد عسر يسرا الآية أربعون مرة إن ربي قريب مجيب أربعون مرة ثم بعدها الآية فاذكروني أذكركم أربعون مرة ثم الآية إن ربك هو القوي العزيز أربعون مرة إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة أربعون مرة الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل أربعون مرة أيضا وربك يخلق ما يشاء ويختار أربعون مرة ثم تذكر سبحان الله المؤمن المهيم أربعون مرة نمر الآن للجزء الثالث والأخير والذي يقرأ ليلا بعد صلاة العشاء أي في أي وقت لشكر الله والرضا وحسن التوكل عليه حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم أربعون مرة وقال الحمد لله الذي أذهب عن الحزن إن ربنا لغفور شكور تكررها أيضا أربعون مرة ثم الآية أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه تكررها أيضا أربعون مرة ثم الآية غفرانك ربنا وإليك المصير أربعون مرة ثم الآية ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم وكان الله شاكرا عليما أربعون مرة ثم الآية وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا أربعون مرة ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين أربعون مرة ثم تختم بذكر سبحان ربي الحميد الشكور أربعون مرة إذن إخوتي في الله هذا هو ورد أربعينية الرزق بأجزائه الثلاثة فيجب الالتزام به كما شرحته لكم بالترتيب الذي ذكرت لأن هذا الترتيب كما قال الصالحون له سر جليل وبرهان عظيم في الاستجابة والجميل أيضا في هذا الورد أنه غير مقيد بوقت معين فمثلا الجزء الذي تذكر صباحا لديك من صلاة الصبح إلى ما قبل أذان الظهر للقيام به والجزء الذي تذكر في الظهيرة أو بعد الظهر وقته ممتدة إلى ما قبل أذان المغرب وكذلك الجزء الذي تذكره بالليل وقته من بعد صلاة العشاء وممتدة إلى ما قبل أذان الفجر كل ما عليك هو الالتزام وشد الهم لإتمام مدته وبإذن الرحمن تعالى ترى كراماته وتلمس تجلياته أسرع وأقوى مما تتصور وأفضل مما تريد أسأل الله التوفيق والتيسير والثبات لكل من سيقوم به سأنتظر تعليقاتكم وتجاربكم بشأنه وأنا على يقين أنكم ستندهشون من أنواره وبركاته وصلنا إخوتي في الله إلى ختام هذه الحلقة أشكر لكم متابعتكم وأشكر لكم وفاءكم وإخلاصكم للقناة ألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله على خير وهدى ورحمة دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته